رسميا أعلنت شركة هونر على أحدث هواتفها في الفئة الرائدة وهو الهونر ميجيك 4 برو بنسخته العالمية هاتف مميز جدا يقدم وصفات خرافية وسيكون منافس شرس لبقية الهواتف في هذه الفئة السعرية لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على سعره وأهم وصفته ولكن قبل ذلك ادعمونا بلايك للفيديو لتحفزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقاء التقنية هاتف الهونر ميجيك 4 برو يأتي بموصفات خرافية وسيكون من أفضل الهواتف في الفئة الرائدة خاصة أن الهاتف يدعم بشكل رسمي خدمات جوجل والهاتف جاء بسعر حوالي 300 دولار لأقل نسخة أي حوالي 14 مليون فالسؤال المطروح هل الهاتف سيكون متاح في أسواقنا العربية خاصة السوق الجزائري أولا نبدأ بتصميم صراحة تصميم مميز جدا وأنيق حيث يأتي بحواف رافعة ومن الخلف سنجد أربع كاميرات تأتي على الشكل الدائري ومن الأمام الشاشات تتمون حني على الأطراف وبدون حواف مع وجود ثقبين لكاميرا السيلفي والهاتف يأتي بخامات ممتازة من الزجاج بالكامل والإطار يأتي من المعدن كما أنه توجد نسخة أخرى تأتي باللون البرتقالي وتأتي بخامات من الجلد والهاتف يزل 209 جرام ومقاوم للماء والغبار بشهادة الآي بي 68 أي متر ونسف تحت الماء لمدة نسف ساعة فكما تلاحظون أن شركة هونر لديها نفس تصميم شركة هواوي تقريبا بدون أي اختلاف حتى في المواصفات الأخرى نفس الشيء أيضا الهاتف يحتوي على شاشة مميزة جدا من نوع التيبو أموليد بحجم 6.81 إنش بدقة عرض 2248x1312 بيكسل مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل إنش تدعم معدل تحديث 120 هرتز ويمكنك التنقل من 1 إلى 120 هرتز وهذا حسب استعمالك للهاتف أيضا الشاشة تأتي بمعدل لمس 480 هرتز كما أنها تدعم ميزة الأجياء 10 بلاس و1 مليار لون ولديها سطوع جيد تحت شعة الشمس يصل ألف نيتس بصراحة الشاشة راح تقدم لك تجربة مشاهدة محتوى مميزة جدا وكعادة الهواتف الرائدة فإن الهاتف لا يدعم تركيب الذكرة الخارجية ولا يدعم منفذ السماعات ولكنه يدعم صوت ستيريو قوي مع دعمه لتقنية الأنفسي والإيار للتحكم في الأجهزة الكهربائية ومن أهم مميزات الهاتف أنه يأتي بمعالج قوي راح يقدم لك تجربة آداء ممتازة وهو سناب دراجون 8 جي أنوان بدقة تصنيع 4 نانومتر مع المعالج الرسومي آدرينو 730 ويأتي بعدة خيارات للتخزين 256 مع 12 جيجارام و 512 مع 12 جيجارام فمن ناحية الأداء فنتوقع أن الهاتف سيقدم لك تجربة قوية جدا ولن تعاني من أي مشاكل أثناء اللعب حيث حصل على منصة أونتوتو على أكثر من مليون نقطة والشيء المميز في الهاتف أنه يدعم خدمات جوجل ويأتي الهاتف بنظام أوندريد 12 مع واجهة المايشك يو آي 6 ويحتوي الهاتف على بطارية ممتازة بحجم 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط أي شحن الهاتف بالكامل في ظرف نصف ساعة فقط وهذا شحن سريع خرافي بصراحة أيضا الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 100 واط صراحة شيء رهيب جدا من شركة هونر أيضا الهاتف يحتوي على بصمة الأسبوع وهي موجودة أسفل الشاشة هاتف الأونر ميجيك 4 برو لديه كاميرات مميزة جدا ومعروفة أن شركة هواوي دائما ما تقدم لنا أفضل ما لديها من ناحية الكاميرات وهذا ما سنجده في شركة هونر كاميرات قوية جدا حيث من الخلف سنجد أربعة كاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 تدعم الليزر أوتوفوكس والثانية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل وهي للتصوير الواسع والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 64 ميجابيكسل وهي للطلفوت والعمل زوم حتى 3.5 إكس وتدعم المثبت البصري على العموم هاتف الهونر ميجيك 4 برو يأتي بموصفات قوية تصميم مميز وخامات فخمة مع شاشة ممتازة جدا وأداء قوي ولديه أيضا كاميرات مميزة جدا وسيكون منافس قوي جدا لبقية الهواتف كهاتف الأوبو فايند إكس 5 برو والأس 22 إلترا وهاتف الأيفون 13 برو ماكس وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه